اشتركوا في القناة على الفور يا سيدي على الفور خذ اجرتك ايها الحمال وماذا ساشتري بهذا الدرهم انه لا يصلح الا لشراء نصف رغيف من الخبز وانا جائع جائع جدا دجاجة مشوية وثلاثة اطباق من الخضروات يكون حسابك عشرة دراهم تفدل انما طعامكم فاخر جدا جاءتني فكرة سوف اقترب من هذه القدور العامرة باصناف الطعام واقطع من رغيفي لقمة ثم اعرضها للبخار المتصاعد ثم اكل بالهناء والشفاء ما احلى طعم بخار الطبخ منذ زمن بعيد وانا لم اذوق اجمل ولا اطعم من هذه الرائحة والآن انتقلوا الى رائحة البخار اللحم المشوي والدجاج لقد شبعت تماما وسوف افعل ذلك كل يوم انتظر ايها الرجل أين الأجرة؟ أنا صاحب المطعم وأنت أكلت رغيفين على بخار الدجاج واللحم المشوي فيكون مجموع حسابك ثلاثة دراهم ماذا تقول؟ أجرة ماذا؟ أنا لم أتناول سوى البخار وتريد ثلاثة دراهم هذا المطعم أفخر مطاعم المدينة وكل شيء فيه له ثمن حتى بخار طعامنا له ثمن وإن لم تدفع فسأخذك إلى القادي سيد القادي إن هذا الحمال أحضر رغيفين كبيرين وأخذ يعرضهما إلى بخار طعامي وأكل حتى شبع وماذا تريد أيها الرجل؟ أريد ثمن بخار طعامي ثلاثة دراهم لا ينقصون درهاماً واحداً هل أنت مجنون أيها الرجل لكي تطلب ثمن بخار طعامك؟ يا لك من رجل جشع لست مجنوناً ولا جشعاً إنني أطلب حقي أيها الرجل سوف أعطيك حقك كاملاً أذني 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 ماذا تفعل أيها القادي؟ اسمع هيا اسمع اسمع أيها الطماع الجشع اسمع أنا لا أسمع إلى رنين الدراهم التي تسقط نعم هذا هو حقك فمن باع بخار الطعام قبض رنين الدراهم دراهم أشوف ترجمة نانسي قنقر وثمت اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر سوف أتنب قد نانسي قنقر قد رفض وغد